بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء في الكهان ونحوهم هذا من أحسن ما يكون في الترتيب بعد أن بين لك السحر وشيئا من أنواعه ها هو يبين لك من الكاهن والرمال والمنجم وحكم إتيانهم وكيفية الإتيان الدليل الأول إلى الرابع روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا من أتى الإتيان يكون بمجالسته أو الاتصال أو إرسال شخص إليه أو رسالة أو مشاهدة قنواتهم أو الدخول على مواقعهم أو شراء مجلاتهم وبخاصة التي فيها الأبراج أو السماع لما يقولون وهذا فيه مفسدة عظيمة لم تقبل له صلاة الثواب الحاصل بها قوبل بالسيئة فأسقطت إتيان بلا تصديق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أي القرآن وفيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرا أكبر وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره أصغر وقد لا يصدق في الحال بل يكون التصديق إذا حصل له شيء عرافة هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها فيشمل كل من تعاطى وادعى هذه الأمور الدليل الخامس وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد الدليل السادس ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق من تطير يشمل من تطير لنفسه أو تطير لغيره أو تطير له أي أمر من يتطير له أو رضي بأن يتطير له سحر له لأن البعض يقول لمن يشكو زوجه أنا أصنع لك السحر وأنت لا تصنع شيئا فيظن أنه لا شيء عليه الدليل السابع وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق تعلم أبا جاد ينقسم إلى قسمين مباح ومحرم أما المباح أن نتعلمها لحساب الجمل وما أشبه ذلك وما زال العلماء يؤرخون بها والمحرم أن يجعلها مربوطة بسير النجوم وحركتها وطلوعها وغروبها حكم سؤال العراف ونحوه السؤال المجرد كبير لقوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة أربعين يوما السؤال والتصديق كفر أكبر لأنه تكذيب للقرآن السؤال لاختباره جائز ليعرف صدقه من كذبه لا لأجل أن يأخذ بقوله ويكون أهلا لذلك السؤال لإظهار عجزه وكذبه مطلوب أو واجب بشرط أن يكون أهلا لذلك من علامات الساحر أولا مخالفة شروط جواز الرقية الشرعية ثانيا العقد مع النفث ثالثا كتابة الحروف المقطعة والكلام غير المفهوم رابعا الصرف والعطف خامسا النظر في النجوم علم التأثير سادسا قراءة الكف والفنجان سابعا أن يسأل عن اسم الأم مثلا ثامنا أن يدعي معرفة الغيب تاسعا أن يأمر المريض بمخالفة الشرع كترك الصلاة أو ترك التسمية عند الذبح عاشرا أنه يعلق المريض به لا بالله الحادي عشر أنه من أولياء الشيطان المسائل الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن وهذا من أعظم الكفر الثانية التصريح بأنه كفر الثالثة ذكر من تكهن له أي إنه كالكاهن في براءته صلى الله عليه وسلم منه الرابعة ذكر من تطير له الخامسة ذكر من سحر له أن من طلب أن يفعل له ذلك فهو مثلهم في العقوبة السادسة ذكر من تعلم أبا جاد فيه تفصيل السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف التقسيم والتقعيد للقول المفيد